كاتعانو اليوم من تسبوغات من السفرار من الجير من الرائحة الكريهة من ساود من جميع المشاكل الموجودة في الفم الأسنى اليوم غادي سعالجيه وحتى لك انتي كاتعاني اليوم من اللتة يعني عندك مشاكل كثيرة في اللتة منها خروج الدم منها حبوب منها بزفزف ديال يعني حساسة عندك اللتة ضغية كتت تحسسلك بأي حاجة اليوم جبتلك وصفة خاطيرة غا ترحميني عليها فالتبيض حصريا على القناة ديالي هي قناة إلهام شنال صلحة الأطفال الصغار يعني ولداتك صغير ممكن تديريها لهم كذلك انتية وكذلك الأزواج أو الرجال بصفة عام يعني الزوج لأخ الأب ديالك العم ديالك الجدد ديالك كذلك يعني صلحة النساء للرجال أي للجنسين معا وكذلك للأطفال الصغار يعني وصفة معجزة ربانية أقل ما أقول عليها أنها تستحق تجربة من أي غزالة يعني غر حيدوا علي العقز يالله تشمروا لي ونوضوا وجربوا لي هاد لغوستات وقلوا لي في كومنتار ولي في خانس التعليقات كيف أجزكم لغوستات واش فعلا نالت ردة ديالكم واش فعلا نتلسي حسن ديالكم وانتا نرحب بجميع التعليقات بجميع الاقتراحات وبجميع الاستفسارات غر حيدوا العقز لأنه العقز أكيد هو لي عند أغلبية نساء إلا تحيد كان قضيوا عليه كان نوضو نديروا أي حاجة بغينا المهم اللي بناس ما تنسونش من اللايك ديالكم كيما جيتوا برعتكم بهذا اللام والتي الوصفة كيما تكونوا لاحظوا يعني في بداية الفيديو خليت لكم بعض المقاطع ديال الأسنان بويد كي يحمقوا والنتائج ديال هاد الوصفة هادي على الأسنان ففجروا لي أنا فيديو باللايكات باش إن شاء الله نزيد نستمر على أنني نقدم المزيد من الفيديو هاد الزوينة المزيد من الأشياء الجديدة والحصرية والمزيد من الأشياء البسيطة والرخيصة الحمد لله قناتي تهتم بالمرأة وبالجمال ديالها يعني من رأس كتن الرجلي كغانتها الله فيك الصيف صيف خاصوا غير وصفة طبيعية يكونوا زوينين ويكونوا في المستوى ويكونوا في متناول جميع يعني أي وحدة تديرها كيما كانت يعني البيجي ديالك ولا المبلغ اللي عندك تديرها سواء عندك أو ما عندكش تديريها وتحية الناس ديال البادية ولا العروبية اللي كتبعوني كذلك شكرا ليكم والهلا يخطيكم عليا يا ربي والوصفة تركا نديرهم يعني مناسبة لأي وحدة فيما كنتي في العروبية في المدينة خارج المدينة يعني داخل المغرب خارج المغرب فيما كنتي إن شاء الله غادي تطبقي لي هاد الوصفة لأنه مقادر الخيصة وانش اللي كان أعسى مدعيه دائما كنلمس الحمد لله لمسة البساطة ولكانت البساطة كين كل خير الحمد لله فالمهم للبناس قبل بعد ما مشون تعرفوا على مكونات الوصفة بغيت نقول لكم إلا كنتو جداد مرحبا والف مرحبا غير هو ما تنسوش تشتركوا بالضغط على زي الاشتراك الموجود أسفل الفيديو أيضا تفعلوا زي الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد خلوا لنا تعليقات ديالكم اقتراحات ديالكم سفسارات ديالكم الأسئلة ديالكم وكل ما كيتعلق بكم خليوا لنا في كومنت يعني أي حاجة بغيتونا نتكلموا فيها بغيتونا نضروع لها يعني أي وصفة طبيعية بغيتوني نجيب لكم يعني الجديد ديالها خليوا لنا أنكم بغي أولا مهتمد بالموضوع الفلال فلاني وأنا إن شاء الله معلي إلا سلبيسة لطلب ديالكم كذلك كالرحب بالوصفة ديالكم الطبيعية أي إلا عندكم شي وصفة طبيعية بخصوص تبييد الأسنان بحكم موضوع اليوم أو فيديو اليوم كيادر على تبييد ديال الأسنان وعلاج الإسفل المتسبوغات من الأسنان وعلاج لتها ومشاكل لتها كذلك فقلبنا تبييد الأسنان أو لوصفات لعلاج مشكلة تسبوغات في الأسنان وإلا كانت شي وصفة زوينة وإفيكاس راب دوري شخصيا إن فتبلي النتيجة وخغير 50% سنشاركها معكم في القناة هذا الشي اللي كان وبدون إطالع عليكم لأنه أغلبية نساء تقولي حاولي ما تطولي شي علينا يعني حاولي سعطينا غير الأشياء باش نستافضوا فيالله معي ده بابوس نتعرفوا على مكونات الوصفة وطريقة ديال تحضير والاستخدام والاستعمال كذلك بالنسبة لمكونات لبنات أول حاجة قد تحتاجي معي زيت الزيتون زيت الزيتون خاطر يا لبنات في علاج مشاكل لتا يعني اللتا ما كيخل يعني كيحارب مشاكل كاملة اللي فيها منها الدمنا الحبوب منها يعني جميع المشاكل كيعالجهم الزيت الزيتون غدي تحتاجي معي للمولاتي وحد الحامضة عندي هنا يا حامضة وغدي تحتاجي معي معجول الأسنان أي ماركة هنا لبنات عندي هذا ديال المسواك اللون ديالو كيجي أبيض أنا نوضيكم شكيل ديالو وهذا تمان ورخيص غدقوا في الأسواق أنا نجيب لكم ذاك الشي اللي رخيص بزاف وممكن أي وحدة يعني بتلقى عليه نتائج وتديرو في البيت ديالو في المنزل ديالو المهم هذا راها بلمسواك زوين بحتو غزالة كين هذا كخاس بفليو حتى وزوين رادي ما كان باقتاجيه معكم كان قوليكم هذا واللي كان حكبيه سنيات ديالي هو هذا ديال فاخر يعني كل مرة شنو كندير مرة هدا بفليو مرة هدا بالفاخر و القرنفل هدا حتى أول بنات خاطير لتبيت سنينات وكذلك عندي سينيال أو لكل قات ولا المهم أنا هنا غير كان مريكم شنو عندي ولا شنو كان نستخدم من تير كيبقى لك الاختيار فأنا كي بدي ليدك شي اللي حبيتي واللي بغيتي قلنا زيت الزيتون الحامض معجول الأسنان ستحتاج معي للمولتي معلقة ديال زنجابيل يكون مطحون مزيان ويكون تري يعني تازج زنجابيل يكون تازج فاش تمشي تاخديم عند العثار يعبر لك السكنجابيل تري ويطحنوا لك أمامك باش هكذا تشوفي شنو خديتي ستحتاج معي معلقة ديال الروز تاييا يعني معلقة الروز يكون مطحون مزيان خاطير روز في سبيل السنينات ووحد الرشا ولجزر الشيشات ديال الما ديال الورد هدا هم المقادير كاملين ديال الوصفة يعني اعتمت تعلم مقادير بساط وهدو وصفية الله جربتها تقريبا تلتسة ديال الاسابيع والحمدلله كامت راهيب احتاج الابنت ديالي خليها ليا وخلي لكم كل معزاليكم وحتى يعجبتها النتائج بديالها بزاف الناس اللي كيعانوا من الألم الأسنان اضيفوا شوية ديال القرنفل وشوية ديال الحبة السوداء يعني اما تضيف شوية ديال القرنفل نص سمعيلقة ولا شوية ديال الحبة السوداء يلك تيكت تعاني من ألم الأسنان يعني بزافت البنات سيقول لي احنا ركن عانوا من ألم الأسنان شنو ممكن ضيفوا للوصفة ولا الحبة السوداء انتم ما داوش شوية ديالها غادي نضيف معكم واحد نص سمعيلقة امام القرنفل امام الحبة السوداء تحت طلب البنات لانو يلا تذكرتها اللي غايقول لي عدنا ألم الأسنان لانو الحبة السوداء والقرنفل ما كيخلوش الألم ديال الأسنان نهائيا حتى الطقب كيبداوي داويه بشوية بشوية يعني الوصفة خطيرة يا لبنات اللي غيرتها غيرت المرة في الأسبوع را غا تحصل على أسنان بويد كي حمقوا زائد مشاكلتها ما بقيتش غا تعاني منها المهم دا باندوزول طريقة التحضير طريقة التحضير سهلة كتاخدي معلقة ديال الروز مع معلقة ديال سكينجبير أو لزنجابيل حتى وزوين بزافل تبيض الأسنان وكي مما قلنا غا ديال نحتاج ان شاء الله شو معلقة ونسمع القادية ديال القرنفل بنسبة الناس اللي كي يعانوا من ألم الأسنان إلا ما كتيش كتاني من ألم الأسنان ممكن ما تدريهاش ولكن القرنفل را كيبقى خاطر حتى فتبيض ماشي غير في علاج الآلم ديال الأسنان المهم هنا كنخلط هاد المقادر هادو و كنضيف جوج معلقة ديال زيت زيتون زيت زيتون رايلا غير مضمتي يعني عملتي به المضمضة عملية المضمضة الفم ديالك كيخليليك الأسنان ديالك بورق وكيعالجليك مشاكل لتها فما بالو كي يعني لادر نافذ الوصفة الخطيرة يا البنات اللي غا ترحميني عليها نتمنى غير سباق تاجها ما تخلياش غير عندكم كيما كان جيب لكم جديد وكان صهر عليه وكان خدم عليه وكي ياخد من وقتي اه فانبيكم حتى انتم ايا ما تخليوش الوصفة هون هكذاك فشاركوها مع البنات شاركوها مع صديقتكو في موقع تواصل الاجتماعية مع جارتكم مع حبيباتكم الام ديالكم يعني اي وحدك اتعرفيها اه شاركي معها هاد لاغوست نبغل الخير الجامع الحمدولله اه غادي نضيف دبايا اه كمية من معجول اسنان ومن بعد غادي نضيف اه كمية من عسل حمد ومورد يعني كنخليوهم هما الحاجة الاخيرة هنيا غادي ندير معكم هاد النوعية هادي اللي هي بالمسواك زوينا يا البنات بزا فلتبيض هاد الوصفة البنات را ما كتخليش لجير نهائيا وكتعالج كما قلنا مشاكلتها هنا يدر سمعي القادية المعجول اسنان كنخلط كل شيء هاد الوصفة لاتجبر attends مجلس الوصفة لطيفة ثم نقود باشر ا PWM هاد الوصفة لطيفة مجلس الوصفة لطيفة أسر نقوم بخير احر نصف حمد نصف حمد نضيف كمية من ماء ورد تغير بعض الرشات ثم غير وصفة نضيف كمية من ماء ورد نضيف كمية جديدة نضيف كمية من ماء كمية من ماء من ماء ورد و لكن اللتة لا تفركيها لانو لا تفركي اللتة يزيد يخرج من السيليان ديال الدم خصوصا لك انت تعاني من الآلم فيها و الحساسية فيها فانتبنا البنات تكونوا فهمتوني فانتبه مهم كتحكي سنيات ديال كهكدا حاولي تحكي حتى داخل الاسنان مزيان باش توصل الى الوصفة إلا عندك تسوص داخلية لانو بعض البنات عندهم تسوص الداخلي وما كي ينتبهوش لي حتى تنقول هانا في بعض الفيديو و تقولوا لي البنات فعلا رالقينا و ما عمرنا نتبهنا ليه بحكم ما كنشوفوش الاسنان ديال الداخل كنشوفها على برا فالبنات نتابهو المسألة ديال التسوص لانو كين الداخلي و كين الخارجي إلا عندك الداخلي حاولي تعتقرص دغيات غياء و استخد من الوصفات اللي كنبغة تجي معك في القناة ديالي اللي هي دائما إلهام شنال و جربيهم و عودي جربيهم يعني عودي كرريلي انو التسوص ما كيمشيش في مرة واحدة مند اول استخدام و خصوصا لكان كتير فكيبدأ غادي و كيقل حتى كيمشي نهائيا يعني عاودي الوصفة و عاوديها و عاوديها و عاوديها و عاوديها و عاوديها باش ان شاء الله يجيوض الله تيسير هذا الشي اللي نقدر نقول لكم و هانتوما الوصفة بعد ما هنا فركتها على اليد يلي انتوما اكيد هتفركوا على السنة ديالكم زيان وبعد ما تنتهي كتاخذي فورشات اخرى بأي لون حبيتي مثلا بالغوز ولا بالخضار ولا بأي لون كيكونوا غير الالوان مختلفة لانو انا هذي مثلا كنخليها غل الوصفة الطبيعية كنغسلها كنديرها غل الوصفات و هذي كنخليها باش نحكس الناس ديالي كل مرة بعد كل وجبة رئيسية ليا الفطور الغضاء اللومجة و العشة و من بعد ما كنتهي كتاخذي هاد فورش هاد المعجون هاد مثلا ولا اي معجون كي يتوتى معاك و كي يناسبك كتعودي تحكيس الناس ديالك لتاني مرة هدو هما الخطوات اللي كندير انا شخصيا و اللي كنالو الردى ديالي و كنالو الاعجاب ديالي و السحسن ديالي و الحمد لله دائما كنلقى عليهم الاشياء اليجابية يعني اذا هو الروتين ديالي اللي ما امرو تبدل دي ما كان باختاجه معاكم اكيد كنغير في الوصفات الطبيعية لانو الوصفات حتانا كنغيرهم النفسي و في اللاغوتين ديالي ديالت بييد الاسنان ولكن اللاغوتين ما كيتبدلش بخصوص يعني مثلا طريقة ديالي في فرق الاسنان المرة الاولى و نعود اني نحكم المرة التانية يعني هاد المسألة ما كتغيرش حمد لله منذ سنين و اعوام و انا ما كنغيرهاش كما تكونوا لحتوا معايا خصوصا الناس القدام المحاربين القدام معنا فلاشين فغايكونوا يعني عارفين هاد المسألة هادي لاغوتين ديالي فين كيتبدل في الوصفة الطبيعية و في الانواع ديال معجول الاسنان كل مرة كندير ماركة تكلقى شي ماركة زوينا و كنجي كنبغتاجيها معاكم سنقول لكم ان هاد الماركة ركينا غير في السوق زوينا رخيصة ماشي ادعايا نهائيا ولا اشهار فقط يعني الحاجة اللي هي بسيطة و كيسولوا عليها بزاف اللي بناتو كيبغيوها تكون عندهم في المنزل ديالهم باقل ما يكون فرقا نجي نشاركها معاكم على راس وعيني و حتى الاشياء اللي ممكن تفشل لكم لاغوتين تقول لكم حاداري منها بعدوا عليها و انتابهوا لها الحاجة اللي تقدر تزيد اضانسي بكم القدام و تزيد تنجح لكم لاغوتين حتى ايكم تختجيها معاكم فشكرا لكم على المساندة ديالكم و الدعم ديالكم الدائم شكرا لأي وحدة كتشجعني و كتدعمني و ما تنسوناش بالاشتراك اشتراك اشتراك ديالكم في القناة باش و شاء الله العائلة ديالنا تزيد تكبر اكتر واكتر فعلي زيل الجرس و ما تنسيناش باللايكات حتى و ما كتري منهم باختاجي الافيديو اللي عجبك من احباب والاصدقاء تح خطيرة خطيرة يا البنات لم نحيت ترويحها ديالها و لم نحيت نسائج ديالها لا بنسبة الكبار ولا بنسبة الصغار و شكرا لكم تقمعكم في فيديوهات مجيئة الى اللقاء